السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم رسولة يا شيخ عايزة سألت لو انا بوتي عمتي شقة جايبها بقص استثمار بس إصط عليها سكاء وحسبها ازاي التجارة يعني جايبها للتجارة مش للتجارة جايبها لي بس عشان أسبها يعني عندنا شقة تانية عيشي فيها وجايبيني شقة دي عشان نسيبها بعد كده يعني لكم أنتم قنية يعني للأولاد ولا ايه احنا جايبيني بحز بعد كم سنة لما سعرها يزيد ممكن نباحها او ايا كان مش حطيني حاجة معينة لي مش حطيني حاجة معينة ليس عليها سكاء طب لو انا جايبها عشان هستثمر فيها إذا كنت تجيرة أراضي عليك يا سكاء لا مش تجيرة أراضي هي شقة دي بس انا جايبها عشان بعد كم سنة بحها وقبهاها وهكذا وهي زكاء للتجارة عليها زكاء طب ارى احسر الزكاء الزي وهي قصة ما هو انت تحسيبي تحسيبي ثمن الشقة الآن ثمن الشقة الآن بالسعر الذي اذا اعلن بيعت الشقة وبعدين انت يعني مثلا الشقة بمليون لكن لا تباع لكن اذا قلت ثمانمائة ألف تباع هربط على الثمانمائة ألف كم علي من الديون للأقصات اقسمها من الثمانمائة ألف علي مثلا عشر أقصات انقصت مثلا بخمسين ألف اصبحت خمسمائة ألف اذا انتبقى لي ثلاثمائة ازكى على الثلاثمائة اذا حال عليهم الحول ومرت عليهم مثلا اذا اعفون اذا حال عليهم الحول